السلام عليكم برسالة السعر للإستطافة هوستنجر وتحدي بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم السلام عليكم و سيدنا محمد و صحبه اليوم 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 جاء لحضراتكم بشرح الإستطافة هوستنجر و هنريدك اجهزة تأخذ عالي سعر ممكن للإستطافة هوستنجر يعني لو لفقيت النت كله مش هتلاقي علم السعر هنقدم لحضرتك حضرتك هنديك رابط بيديك 20% خصم إضافي عن خاصة الشركة لذلك يديك خاصة 75% هنديك 20% كمان زاد عليه من قيمة كمان تدفعه في البداية حضرتك حضرتك تلغط الرابط الموجود أسفل فيديو الرابط ده إنكلود فيه كود يعني انت مش هتحتاج كوبون أو كود تاني هو نفس الرابط بس مش هتحتاج لرى الرابط بتاعنا تلغط الرابط تظهر الصفحة اللي قدام حضرتك لاحظ هنا فوق اللغة إيه إنجليش لو نزلت تحت تبص كده حضرتك هنا فيه ثلاث أمام خلط للإستطافة خطة اسمها بريمام بيزنس كلاوت سأرتك بص الأسعار تقريبا 3$ هنا 4$ إلا سنت يعني هنا 10$ إلا سنت فيه سعر ألمين كده هتعملها هتغير اللغة فوق فيه نقطة عزة تضيح حضرتك هنا طبعا النهاردة الشرح انت ممكن تشوفه بعد سبوع بعد شهر بعد دقيقات ممكن فيه تركاية بتعملها هستنجر بتعملها بتغير الأسعار طبقا للغات يعني في وضع الحالي أسعار اللغة العربية أقل ممكن وقت ما حضرتك تشوف الفيديو يكون الأسعار اللغة الإنجليش خلال فانت يعني اتجرب فحاليا أول حاجة هتعملها هتدخل للغة الإنجليش بص كده الأسعار ركز كده ضغط انجليش نغير اللغة الدور العربية اخد بقية لازم تكون داخل مراء بتاعنا عشان هتلست فيه سعر ثاني أقل من ده هناخده بص كده السعر تغيره الخاص بي 78% غير 20$ هنديها لك انزل تحت ده كان كان هناك 2$ 99$ هنا 2$ 29 هناك 99$ ده تقريبا اللي متغيرش الفرق بين الثلاثة دور بص حضرتك البريموم هو بيسميها خدمة مثالية لموقع الشخصي موقع شخصي بتاع فرض واحد هنا طبعا بيزنس تدور مستقر خدمة أفضل هنا دي طبعا الشركات دي أداء مثالي وأفضل ما يمكن طبعا السعر غالي جدا بالنسبة للفرض هنا أداء قياسي هنا أداء لحد 5 أضعاف موقع يكون أسرع هنا 11 أضعاف هنا 100 موقع هنا 300 موقع هنا السعر تخزيني 100 جيجا 200 جيجا 200 جيجا نسخ احتياطي أسبوعي هنا يومي يكون هناك نسخة احتياطية من موقعك هنا يومي برضو السل المجاني في الثلاثة المتاح نقل البيانات المتاح في الثلاثة المجاني يعني تستقبلها عدم الزهار دومين مجاني في الثلاثة فيهم دومين مجاني أحيانا بيكون في خطة رابعة اسمها سنجل لكنها ليست موجودة حاليا ويكون هناك موقع واحد ويقعيبها الأساسي أنه ليس بيكون حتى سعرها لو كان عالا ليس بيكون معهد مجاني وبشكل عام لا ننصح بها لو كانت موجودة أنا أنصحك أن تكون اختيارك في الثلاثة دول ولو أنت فرض واحد ستكون بميل اثنين دول لأن هذه تكلفة عالية جدا هي كثير عليك أفضل مميزات ممكنة أنا سنقرن ميل اثنين دول خاصة في الوضع الحالي ومع العرض اللي نقدمه حضرتك مع السعر الأقل ولسه في 20 مئة خاصة فرصة لا تكررش فرصة هنا أداء أكثر خمس مرات 100 موقع في الاثنين ساعة تخزينها في الاثنين الفروق الجوهرية بينهم هنا الأداء طبعا أعلى خمس مرات هنا هنا في حاجة اسمها CDN مجاني هنا مجاني شبكة توزيع المحتوى تكون شبكة سيرفرات تبع على الهوستنجر سرعة الوصول البيانات بمعنى لو حضرتك المحتوى بتاعك بعتمد على الفيديو والتحميلات زهارك كثير بعشرات الألاف الموقع بتاعك سيكون أخاف استدعاء أي صفحة من موقعك من أي مكان في عام بسرعة فدي تدي ميزة إضافية فانت عايز تشغل شغل احترافي أنا منصحك من البداية اختار الخطة البيزنس طبعا لو يعني دي كويسة برو انت لو مش ظروف مال مستعر تكلفة فرق كبير بالنسبة لك خلاص خليك بالبريمين دي حاجة ترجع لك انت طبعا زعت في ميزات أخرى بالنسبة للورد بس بصة ولحظت هنا بصة كده هنا في نسخة احتياطي ذاكرة تخزين عند الطلب في أدوات زكاء اصطناعي في مواجهات أفضل بالنسبة للبيزنس فأنا بنصح بالبيزنس طبعا حاجة ترجع لك هنفترض ان انت اختارت البزنس اضف إلى السلة مسلا من البداية تاني هتدخل على الرابط هتغير اللغة العربي وتختار الخطة بس مش هتختارك الفرق من التلاتة هنا طبعا ما عندي يختار شهر واحد ومال شهر واحد معه احتياطي معهوش دومين مجاني هتختارها 12 شهر لكن هناك شيء يلاحظ كده ان الشهر الهال اللي دائما بتاخده لما تاخد مدة 10 شهر انا 24 شهر انا 24 شهر وبرضو دي النقطة الثانية اللي بنبه حضرتك لها كل شركات الاتصدافة السياسة عامة عندها بيديك اوفر لمرة واحدة بس يعني اي اوفر؟ انا الاول سنة هتديك شعر مخفض السنة التانية في واحد بيطور لك المدة ومفيش حد بيديك لحد اربع سنين غير هوستنجر يعني هوستنجر الشركة الوهيدر بتيديك الاوفر لحد اربع سنين يعني اربع سنين ومعاك شهرين خمسين شهر وبعدين ايه؟ يعني حلها ربنا يعني انت رايز تشتغل بجد امشي بخاء قدي بالزبط اختار اعلى مدة اربع سنين وسعر التجديد كان في حاجة اسم سعر التجديد بص انا سعر التجديد كان اه تسعة دولار هنا عصر دولار تقريبا كمان سعر تجد بيكون اقل لو خدت مدة اعلى يعني انت خدت سنة مثلا بعد السنة هيحصل ايه؟ هتجد بالسعر ده مش هتدفع السعر ده؟ لازم تتبه لدي من البداية فانت من البداية حضرتك تشوف انت اختار المدة الاعلى اربع سنين او على الاقل سنة تانية يعني حاجة هترجع لك انت او افترضت خدت اربع سنين هنزل تحت كتب اما هتجد هتسجل حساب عن احساب جوجل يفضل يعني او بانيكتوني لازم يكون البداية صحيح عشان ده اللي هيتبعت لك على بينات دخول الخطة هنا وسائل الدفع عندك بضاعة ايتمان فيزا في بي بال كوينجات جوجل باي فوري للمصريين ايضا عند حالة مشكلة الدولار ممكن بطفي البطائق الايتمان نفسها بتدفع بدوار عادي وممكن عن طريق فوري ويحسبك بسعر الدولار بتاع البنك هذه المواجهة الخطة بتاعتك السعر ده ده سعر 4 سنين هو بيقول لك ان المفروض السعر الاصل تدفع الرقم ده بس انت هدفع الرقم ده ومع الكوبون بتاعنا او مع الرابط بتاعنا هدفع كام بس عدك 20 دولار فرق على القول هتاخد كمان 20 دولار خصم دور في اي مكان في الانترنت مش هتلاقي الخصم ده هتاخد السعر ده لاربع سنين الخطة اللي هي الفول اوبشن ده الخطة الافضل خطة البيزنس دي وخمس سنين يعني خمسين شهر وتنام بقى يعني مفيش احلى من كده هنا عندك كمان حاجة دي حماية خصير الدومين على الدومين بتاع حضرتك لحد يعمل سيء عليه شيرش مش هيعرف متسدل باسمه مين هتستكمل بياناتك عادي بيانات البطاعة الفيزا بتاعتك هنا في استرداد امالو من 30 يوم في حالة الخطة مع جردك تدفع ارسال الدفع الاعمل هتبعد لك عا الامير اللي انت سجلت به بيانات دخول البطاعة ومن خلال اللينك بتاع اللوحة التحكم ومن خلالها هتضيف بشكل مجان دومين في السنة الاولى لحد كده يكون تحشرين شرحين النهاردة ارجو انكم تكونوا استفدتم من الشرح وتستفيدوا بالخصم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا جدا لحضرتكم